عندنا جيل كويس. جدا. جدا. عندنا جيل نجينا نكلم بلغة الكرة من اعظم الاجالة الموجودة. بس المشكلة في المونتال او بالفرنسي المونتال يعني او الهدر يعني الهد بتاع من التفكير بتاع العقلية. العقلية. بس صلاح كل واحد يعني مسلا صلاح مختلف في العقلية بتاعته. آآ بتتكلم فيه لعيبة نفسها آآ مميزة في انديتها بس مع المدير الفن معرفش هو وظفها. فعشان كده عمل سوق الاداء اللي موجود بشكل كبير. انت الاول مرة المنتخب المصري ما عندوش هوية او ما عندوش شخصية. ممكن نتكلم مثلا اداء المنتخب المصري مع كابتن حسن او مع كابتن جاري. لا بتفرج اداء منتخب مصري بيلعبه. تيكي تاكا بيلعبه اللعب البسيط بيلعبه اللعب بتوصل مثلا شوط القرنين مثلا 30 40 مرة للمرمى الخصم. احنا بنتكلم على فيتوريا ما عندكش هوية ما عندكش شخصية. بالعكس ده الناس اللي بتلعب الفرق المنتخبات الضعيفة هي اللي عمنا عليك شكل. وانا لايك اللي هي تصريح برضك. يعني شفت تصريح مماس جدا لفت نظري في البطولة دي. سباستيان دي سام اللي هو الفرنسيوي بيتكلم. طبعا. حد بيسأله في المؤتمر الصحفي بيقوله انت انت شايف البطولة ديت اللي الفرقة الكبيرة كلها. خرجت. وانتو من حظوز يعندي من الحظوز. الحظ بتاع كل انتو موفقين في البطولة دي. قالوا لا احنا شموفقين ولا حاجة. احنا احنا المنتخبات الصغيرة اشتغلت بشكل كويس عشان كده مجهودنا اللي موجود في. فالراجل بيقولك اللي هم اشتغلوا. يا هم اتعبوا. مش صدفة. مش صدفة يعني العراض التاني بيقوله ليه دي صدفة اللي انتو وصلتوا كده بالصدفة. قلالا احنا احنا شغالي هم بشكل كويس للفترة الفاتت. عشان كده الله منتخباتك كبيرة اللي بتكلم على على رس الله اخضر او بتكلم على غنية استوائية او بتكلم على اللي جناني تت بتكلمك على مثلا بتكلم على انجولا. انجولا بشكل كبير جدا كان مميزة بشكل كبير. بتكلم على الجامعية حتى بتكلم على السنغال المرشحة خرجت. بتكلم على يعني المغرب. رزاير والمغرب. فبكلمك الان دي احد يعني المنتخبات الصغيرة لأ بقت فيه تقدم بشكل كبير جدا. ليه بقى عشان عاملين بلان كبير. اللي بينقذ كرة مصرية الفترة فاتت لانت لازم يكون عندك بلان. انا بتكلم حتى احنا بندير لانما كنا حتى سنة الفين وستة وتمانية وعشرة كان عندك كابتن حسن كان عنده جيل اللي هو متخب الشباب اللي هو بتاع كابتن حسن شحاته اللي هو الصغير امير عزمي واحمد فتحي وحسن عبدالربو. بعد كين احنا الجيل بتاع شاوه غريب. انا ومحمد شوقي وجمع الحمزة وحصام غالي. فتجيل بقى كبير اللي هو تاع 98 اللي كمل اللي هو اللي كمل لكابتن حسن ما كان موجود وبتتكلم على وقت الجمعة وبتتكلم على بطريقة. فبتتكلم من 3 اجيال دول ده التواصل اللي بيرهم اللي انت الطبيعي في الظل 3-4 سنين تكتسح اي حد. دي الخطرة اللي بنتكلم فيها. بنتكلم البلاي مسلا بتكلم على المنتخب المغربي منظم بشكل كبير بصوة عاملة زي. بتكلم على الجزائر بغض النظر عن السوق التوفيقي اللي موجودة. وانت دليل على كده انت عندك المغرب الرجل جد يد دوله تاني. يعني حد تاني يعني انت راجل رابع العالم. بس هم شافين هم خرجوا ببطلك يعني حظ دربات حظ. او او هدف جيه وهم ضيعوا الكرة حتى حكيموا ضيعها. حتى مستوى مش كبير يعني مغرب ما قد بدش مستوى كبير في البطولة. بس مفهوم انه فكرة انه في مشروع طويل الامد لو جات لك فترة ما كنتش كويس ده طبيعي جدا. مش تفضل طويل الوقت كويس. برافا عليك. بس ده بنتكلم في ايه اللي انت عندك الاداء موجود. يعني بنتكلم مسلا اداء موجود بس انت ممكن عدم توفيق وش ما بس. بس بتقدي. احنا بنتكلم لو فيتوريا كان قدى كان الموضوع يختلف. بس انت بتكلم في طريقة لعب مختلفة. يعني انت عندك بيقولت لك الجيل دوت من احسن الاجالة. الاجالة قبل كده كان كلها محلية. احنا كنين لكم نلعب في الدور المصري. ما كانش عندك الا زدان ولا ميدو او عمر زكي هم دول محترفين مثلا او احمد حسن عبد ظاهر هم دول المسماعين. يعني لما نجي نتكلم على محترفين صفة اول يعني في قندية كبيرة في اوروبا ممكن شو ميدو ممكن شوية زدان يعني يلعب دور تموند يلعب توتنهام. يعني اتنين هم الموجودين للناس كلها عارفة. فانت الوقت بتتكلم اللي انت جاي لك جاي لك مسلا محمد صلاح يكون موجودة في كرة مصري العالم كله عارفه. محمد صلاح ده ده ماركت اللي واحده ماشيه متحرك. صح. بتتكلم على بتتكلم على مصطفى محمد في الدور الفرنسي متقلق بشكل كبير جدا. صح. بتتكلم على عمر مرموش في الدور الانجليزي فرانكفورت. دور الالمانيا. مكسر الدنيا. طبعا. بتتكلم على تريزي جي حاجة ولا احسن. فاللعيبة كلها جاي لك فوصلت للطوف فرن. لما انت توصل معك بالمستوى ده يبقى المشكلة عندك انت. كمودار. اه طبعا. اه. انا جاي لك راجل متقلق مع النادي بتاعي ومكسر الدنيا. انت الامكانياتك انت مش عارف تيرجي من شكل كويس. صح. سانا اقوله افريقيا مش عارف تشوف اللعيب يتحرك ازاي. فبس بنتكلم من دين الاختراط الموجودة هو وارد. بس احنا بنتكلم لما يكون عندنا بلان م موجود زي الدوري الالماني او البيتجيك انت هخلي بقىك فيه صورة في الدوري البيتجيك انت صوروا العيبة هي صغيرة عندها في السبعتاشرة سنة. وقال لك ده بعد خمس سنين هيبقوا في الحتة في النادي. قال يعني اكبر مثلا نقول في افريقيا بتتكلم مع السنغال. قاله السي. هو كان موجود متخب الشباب وولمبي. لما تلعب متخب اول هو اللي ايه. هو اللي معه. هو رجل بتاعه. فعشان كده انا بكلمك نتمنى التخطيط. نتمنى طبعا توفيل لكابتون حسام حسن. اشتركوا في القناة